بعد كده عندنا الدرس الثالث ورابع بيج 24 صفحة 24 نقرأ مع بعض المفردات عالم أصار أركيولوجست أركيولوجست هنا الـ H مش بنضاء ضفت النهر بانك يدفل بري رعاية أو عناية كير سرداب الموتة اللي الفرانة كانوا بيدفنوا في موتاهم سرداب الموتة اسمه كاتاقام الـ B هنا صيلت ميت داد تأثير ودود متعاون أو مساعد أو مفيد هل بفل مسألة دين أو ديانة جي اي او ان نتقجا اصلاح أو يصلح ريبير 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 حل سلوشن سلوشن حل سلوشن زاكي او انيك سمارت 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 تمثال ستاتشو ستاتشو هنا دي هتنتقجو ستاتشو بناء ستراكتشر ستاتشو تي يو ار اي بتتنتقجو ستاتشو بناء ستاتشو معبة تمبل تمبل نفق تونل 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 مفردات اضافية مبنى بلدنج 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 يناقش ديسكاس ديسكاس كم مرة معلومات او معلومة information معلومات information يحدد identify فكرة نموذة model يصلي pray يقدم present مميز او خاص special special حغر ستون معبد اتفو the temple of اتفو سائح tourist تحت الارض underground 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 فهم understanding 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 رياح wind 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 شفقة او اسف pity 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 نحل البوك ويز choose and complete اقرأ واكمل هنكمل باستخدام braid يعني صلة tunnel نفق repair يصلح help يعني متعاون سوف يصلح موتور سيارتي ويصلح يعني repair in ancient Egypt في مصر القديمة people in temples الناس كانت بتعمل ايه في المعابد كانوا بيصلوا في المعابد يعني الناس صلت في المعابد في مصر القديمة يبقى pray صلوا المواقع الالكترونية دي كانت ايه فور getting information about the project تي كانت عايزين نقول مفيدة جدا في اعطاء المعلومات عن المشروع طيب هنا عايزين نقول كلمة مفيد اللي هي help form في بيج 25 صفحة 25 في language expressions تعبيرات لغوية يعدل الفيديوهات edit the videos edit the videos يعني عايز اقول يمارس رياضة ممكن اقول do sports أو play sports يحمي المبنى protect the building protect the building يتصل بالانترنت go online go online يقدم رأي give an opinion give an opinion يعطي اسباب give reasons give reasons طبعا هنا مش بتك على الحرف الو في الاتنين دول يعني الاسم عادة ما ينتهي بقوقت مش بتك على حرف القوق بقصير لانت كده online reasons persons كده preposition bank of on the west bank of مشكلة فيه problem with problem with يفكر فيه think of أو think about يتجول walk around walk around من هو what type of what type of يعمل في المباني work on buildings work on buildings وكلمة buildings بتسويها ايه ابنية بردك اللي هي تمام work on buildings or structures طب مصنوع made of made of تصريف الافعال غير المنتظمة وقالنا عندنا present مطارع و ماضي بسيط وبس تصريف تالت طبعا مهم جدا حفظ تصريف الافعال خاصة في grammar بتاع النهار ده مهم جدا الماضي بسيط يشتري boy اشترى boat والتصريف التالي boat boy boat boat يجد find found found ينهد او يستيكز get up got up got up ينضي او ينفق spend 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 words and absence كلمات وعكسها رشيد active active عكسها كسول lazy lazy اثري او قديم ancient ancient عكسها حديث modern modern bad for bad for عكسها مفيد good for good for difficult عكسها سهل easy easy interesting interesting عكسها ممل boring boring useful useful عكسها عادي مفائدة useless useless لسوق الحظ unfortunately unfortunately fortunately عكسها لحصن الحظ اللي هي fortunately 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 طيب هنا في بوب قويز في تدريبات هنكمل الجمل بصدام add in ancient قديم وGo يذهب every morning كل صباح I online to read the news كل يوم الصبح أنا بسحب اتصل بالانترنت عشان اقرأ الأخبار يذهب عبر الانترنت اسمها go online صلاح الدين قلعة صلاح الدين مش حديثة هي قديمة جدا يبقى نقول قديم او اثري احنا التقطنا صورة على قمة الجبل على قمة مع قمة بقول في بيتج 26 بحركة 26 في في ملاحظات لغوية عن كلمة يعني يساعد وبيجي بعدها مصدر الفعل او المصدر يعني مصدر لأما يجي بعدها مصدر على طول لأما أختي دايما بتساعد مامتي المنزل يعني ممكن بعد التعريفات بيقول التعريف سرديب الموت عبارة عن انفق باحت الأرض عشان دفن الموت يعني عبارة عن يعني عمود طويل بيقول بنيا لتسكير الناس لشخص توفق انتو عارفين شكل المسألة بتبقى عبارة عن عمود طويل كده وفي أعلى شكل المسلس وبيبقى مكتوب عليك كتابات كده زي نعي كده لحد متوفي دي اسمها ايه اسمها مسألة بتبقى طويلة جدا كده ومن فوق عملة زي المسلس تشبه القلم كده بس من فوق مسلس تمام طيب بعد كي بيقولك التمثال نموذج للشخص بيصنع منه الحجر ده التمثال أما التنبل المعبد هو مكان حيث الناس كم تجزر بيقاتهم معا لكي يصور كلمات وكلمات تانية بتساويها في المعنى مراضفها أسهري أو قديم بتساوي قديم جدا يصلح بتساوي يصلح يعني كلهم بمعنى يصلح اللحقة وقلنا اللحقة دي حروب بتوضع في نهاية الكلمة بيتغير معناها زي مثلا لو أضفت لها لحقة فهتبقى حولتها من اسم الصفة يساعد أضف لها لحقة تبقى مساعد يعني حولتها من فعل لصفة أجيبت أجيبت أجيبتشن 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 بحب زور الأماكن الأسرية عشان الأماكن دي قديمة جدا عشان تحصل على الصفة من الفعل يساعد بنضيف اللحقة فتبقى المتعاون بعد كده عندنا reading and listening skills مهارات القراءة والاستماع عندنا طبعا lesson three عنوانه ancient buildings المباني الاثرية وهنا بنتكلم على معبد اتفو بيقولك بس في الاول how often did you visit ancient places كم مرة اتزورت اماكن اثرية طيب بصوا بقى معنا هنا ancient building in Egypt المبنى القديم دوت مبنى قديم او اثري في مصر وزي ما قلنا هو معبد اتفو قدي صورة معبد اتفو المبنى الجميل دوت المعبد الجميل الاثري وبيقولك عنو معبد اتفو هو معبد مصري قديم في بلدة اتفو او في مدينة اتفو الصغيرة المدينة بتقع على الضفة الغربية من المدينة النهر النيل بتوين الاكسور مابيل الاكسور اند اسوان المعبد عمره حوالي 2250 سنة يعني المهم دينا ان احنا نفهم الحياة في مصر القديمة بسبب ان الكتابة على الحواقق بتاعتها بتعطينا تعطينا معرومات شيقة ومهمة عن اللغة من 2000 سنة مادت في بيج 28 صفحة رقم 28 بيقولك ايه الاماكن الاسرائيل اللي انت تحب تزورها ويجاب لنا هنا محاكسة ما بين هادية وماريام يعني بيتكلموا فيها عن زيارة ماريام لمعبد اتفو في الاجازة الصيفية بتقول لها ايه بقى بتقولها عملت ايه في العفل الصيفية او الاجازة الصيفية يا ماريام زرت عامي وعمتي في مدينة اتفو اتلى ايه بقى اصوان دي بالقرب من اصوان وفي معبد هناك جميل اتلى او يا اتس ان انشنت تيمبل ازنت ات ده معبد اثري اليس كذلك اتلى ايه نعم عن كيف كانت تبدو الحياة ان انشنت ايجبت في مصر القديمة لذلك اشان كده هو مكان مميز بس بعض المشكلات اتفو في معبد اتفو في مصر اثبات في وردارب بالحوقات الحجرية يعني ببطء كده الرياح والرمل عملوا يفتتوا يعني عملوا تآكل للسخور ببطء تمام كده للاحبار بتاعة الحوقات عملوا لها تآكل طب تسمعها عوامل التعرية طبعا الرياح والرمل والشمس تسمعها عوامل التعرية بتأثر عن مباني الأسرية بتعمل زي حفرات صغيرة كده في المباني الأسرية طبعا دول أثروا ببطء كده على الحوقات الحجرية دي فقالت دي حاجة سيئة جدا هالكثير من السائحين بيقول المعبد قالت والأقدام بتاعت الناس دي كلها وكمان بتأثر ومضرة بالحجر برضا بتاع المعبد عشان هما يعني في معبد اتفو هتلاقي فيه أرضيات حجرية فالسائحين ما بيمشوا عليها برضا أقدامهم بتدر بالإيه بالأرضيات الحجرية دي قالت لها في أي حد بيعمل أي شيء عشان يحمل مبنى قالت ياس نعم بيعملوا مع علماء العشار في المباني بعضهم اللي بيساعدوا في الأجازات الصيفية بتاعتهم ممكن يوقفوا تقسيمة السائقة دي على بعض المباني بس ما فيش وقت كافي أو أشخاص يساعدوا كل المباني بنفس الوقت قالت لها الزاة يعني يالا لأسف ومباني قديمة أوي زي مش كده برضو أليسه كذلك الاتياس نعم بسبب من هم مباني قديمة أوي محتاجين رحاية كتير وإصلاحات بعد كده في بيتج 29 صفحة رقم 29 في الدرس الرابع وهو بعنوان قضاء الصف بشكل جيد وهنا في محادثة ما بين أصدقائنا باسل ويونس باسل ويونس بيتحدثان عن مساعدة الآخرين في الأجازة الصيفية هنا بس في سؤال في الأول بيقولك هل تعلمت حاجة شيقة عبر الإنترنت هذا الصيف ده سؤال هو بيسأله بعد كده المحادثة ما بين باسل ويونس بس بيقول إذن يونس يا يونس إيه جبتك السؤال الأول هل انت ساعدت الناس آخرين في الأجازة الصيفية قال له طبعا أنا ساعدت أنا ساعدت في مطعم والدي يعني أنا نضفت الأطباق ونضفت الأرضية في نهاية اليوم كنت كثيرا ما بذهب للمحلات الأخرى عشان أشتري أشياء كانوا والدي بيحتاجوها أيضا أود أن أقول كثيرا ما ساعد في العطلة الصيفية في الأجازة الصيفية فقال له رائع يعني معنى كده أو إذن أنت ساعدت أسرتك إزاي تعمل في مطعم يعني أنت عملت حاجة مفيدة ساعدت أسرتك في الصيف وكمان خدت خبرة العمل في مطعم قال له هذا صحيح بعد كده سألوا كمان قال له ماذا عن الألعاب الرياضية كم عدد المرات اللي أنت مرست فيها الألعاب الرياضية فقال له كل يوم أعتقد أن أنا كنت دايما بلعب العب الرياضية في الأجازة الصيفية أنا بحب ألعب بالقدم مع أصحابي بالقرب من المبنى بتاعي من مكان ساكن يعني فقال له إذن أنت نشيط في الأجازات قال له نعم التأكيد بعد كده بس قال له السؤال الثاني أو التالي يعني كم عدد المرات اللي أنت قمت فيها عمل شي عشان تساعد مجتمعك قال له ده أنا كثيرا ما تطوعت أن أنا أساعد في مشروع في مجتمعي بتتجول بتمشي في الشوارع بتجمع قمامة وتعد تدوير يعني فيه مشروع مجتمعي الناس بتجمع قمامة وتدعي تدويرها أو ترسلها يعني لمراكز عادة التدوير وده يعتبر مشروع مجتمعي يعني بعد كده بقت شوارعنا وكمان ممكن نستخدم الورق والبلاستيك والبلاستيك أجيل مرة أخر نعي التدوير وميعني يبدو رائعا كان عجوين وانا كمان ممكن أن نضم للمشروع ده آآ يعني لمساعدة مجتمعي في الأجزاء ما عملتش أي حاجة لبس أنا عايز أبدأ المساعدة فيونيس قال له طبعا يا باسل آخر سؤال هل أنت تعلمت أي شيء شايك عبر الانترنت كم عدد المرات اللي أنت يعني دخلت فيها الانترنت فقال له أنا عددا كنت باتصل بالانترنت في المساء عادة بحاول في المساء يعني أدخل على الانترنت أتواصل عبر الانترنت لكن أحيانا كنت شاهد بعض الفيديوهات عن إزاي نعمل الفيديوهات وزا فون بالتليفون وزا عدل في الفيديوهات دي عشان يبدو شكلهم جيد يعني فقال له حاجة مفيدة قال له يعني أنا عايزة كمان أجرب بنفس طب نحل أسئلة على المفردات في صفحة رقم 30 اختار الإجابة الصحيحة اليوم النهاردة يوم عشان دعيد ميلاد مامتي فده يبقى يوم مميز أو خاص يعني هنا يوز لسعدي من الفائدة وبات سايب لأ ده يوم مميز عشان دعيد ميلاد مامتي يعني القطار صافر عبر طويل في الجبال صافر عبر نفق طويل في الجبال نفق بانال يعني لوح كانال يعني قنا ويبتل معركة بيحبوا يلتقطوا صور فوتغرافية بجوار الستار النجمة ولا الكوكب ولا كوكب الأرض ولا المثال أوه الناس بتحب بتتصور السايحة بيحب بتصوره جنب المثال الأبل إحنا محتاجين إيه للمشكلة دي مين اللي يقدر يساعد طب محتاجين حل للمشكلة وحل يعني سولوشن بناء ستون حجر ويند رياح أنا بحب الجلوس بجوار زي ايه بتاعت النهر عشان أستمتع بمشاهدة غروب الشمس بحب بقعد على ضفة النهر ضفة النهر تم بالمعبد تمثال وبورك حديقة عام هو نموذج لشخص آنما الحيوان أو شيء أحيانا مصنوع من الحجر ده تعريف التمثال نفط هنا مقبرة وتم بالمعبد أنا بحب أمارس الألعاب ريضية زي كرة القدم وكرة السلة طب عايزين نقول يمارس الألعاب ريضية أو نقول نصيحة في حل المشكلة كانت مفيدة جدا في حل المشكلة طب مفيد يعني ضعيف أغلي قبيح يعني 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 بقول عبارة عن كثير من الأنفاق تحت الأرض الناس بتضع فيها أجساد الموتة طبعا ده تعريف تعريف سرديب الموتة عند الفراعن اللي هو اسمه كاتا كامس سرديب الموت يعني مباني يعني أحجار يعني من المهم أن في المباني القديمة بتاعتنا إن إحنا نرعى المباني القديمة بتاعتنا ونحميها طب يحمي يعني إيه من المهم أن نحمي مبانينا الأسرية أو القديمة يعني بقول مريم بتظل إيه عن طريق أخذ تمارين رياضية بانتظام بتظل لنشيطة تمام بتبقى نشيطة عن طريق إنها بتاخد تمارين رياضية بانتظام يبقى ويجد ضعيف لذي كسلان أقلي يعني قبيح مريم بتظل إيه بتظل لنشيطة عن طريق أخذ تمارين رياضية بانتظام زي الأهرامات قديمة جدا زي هي مش حديثة الأهرامات دي ليست حديثة مغلاقة مفيدة جميلة معبد يعني إيه الأقصر طب القارنك ده عايزين نقول معبد مشهور في الأقصر ومعبد يعني المشكلة دي المشكلة دي لها عايزين نقول تأثيرات على سلوك أختي طب تأثيرات يعني حلول مباني وطونيل صفحة واحد وتلاتين أحب عايز أقول أعدل صوري عشان تبدو بشكل أفضل طب أعدل اسمها يعدل بين تلون يناقش يعني بتيجي بمعنى ينقدم وبتيجي معنى هداية طب الكتاب على الحوائد بتعطينا يصفر معلمات مهمة عن اللغة عن اللغة والديانة بتاعهم مصرين وقدماء وديانة يعني ريليجن عايزين عايزين نقول مين اللي من البلاد الأخرى بيحبوا المباني بتاع مصر القديمة دول طبعا السائحين مقالات عمي بيشتغل بيدرس المباني الأسرية يبقى عمي ده عالم أسر بايل الطيار يعني طباخ وفرمر فلاح لا هو عالم أسر مشاهدة تلفزيون كتير مضر بعينك داربي اسمها العلماء درسوا يعني العلماء درسوا كيف كان الناس في العصور القديمة بيتفنوا الموت بتاعهم طب يدفن يعني ايه بيرت او دفنة خلاص تمام كده ازاي دفنوا الموت بتاعهم يبقى بيرت العلماء درسوا ازاي الناس كانت بتدفن الموت بتاعهم في العصور القديمة طب يعني أسرع ورد قلقة وكارت حملة لأنا عايزة أقول دفنة بيرت الوالدان ينبغي ان هما يعطوا وقت كافي لأطفالهم زي نيت هما محتاجين الحب والرعاية هنا كور سيارة يعني امتحان قصير وسطون حجر بيطاقة على الضفة الغربية لنهر النيل بيطاقة على الرياح والرمل الرياح والرمان بتعمل ايه بطء للاحبار بتاعة المباني القديمة بتعملها تآكل او تفتيت تآكل يعني زيارة المباني الأسرية مهم مهم لفهم الحياة في مصر القديمة طيب فهم يعني تلوين وبتيجي معنا لوحة النسيان وشوفنا لوحات جميلة اعطتنا معلومات مفيدة طلب مني ان انا اعطيه زي ايه يعني سبب انا ليه ما عملتش واجبي المدرس طلب مني ان انا اعطي سبب لماذا لم اقوم بعمل الواجب طب سبب يعني طيب نوع افكت يعني تأثير ووزر يعني طقس يعني من المؤسف انك لا تستطيع ان تأتي حفل عيد ميلادي من المؤسف اسمها انه لمين المؤسف بعد كده عندنا درس الجرامر بتاعنا في صفحة رقم 32 ظروف التكرار في الماضي احنا كنا اخدنا في ابتداء ظروف التكرار اللي هي دائما وعدفا وغالبا واحيانا وابدا كل دي كان اسمها ظروف تكرار بس كنا بناخدها في المضارع يعني مثلا اقولك كم مرة انت بتروح فيها النادي تقول انا دايما بروح النادي احيانا بازهب النادي تمام دي اسمها الظروف تكرار في المضارع طب احنا بقى ناخدهم في الماضي يعني ايه هنممكن نستخدم ظروف التكرار دي لنقول عدد المرات التي فعلة فيها الناس اشياء في الماضي يعني مثلا انا دايما كنت بعتني باختي الصغيرة بصوا بعد ظرف التكرار جي فعل في الماضي فانا كده بدل على حاجة كنت بعملها في الماضي كريم ما كانش كسيرا ما بيشاهد التلفزيون بصوا كده هو عندي طبعا ايه انا هنا بتكلم في الماضي ما كانش عادة او كسيرا بيشاهد التلفزيون فاحنا هنا استخدمنا ظروف التكرار عشان اقول كم مرة كنت بعمل الشيء دوات في الماضي هنا بيقول لك احنا طبعا بنستخدم كم مرة او كم عدد المرات للسؤال عن ظروف التكرار اجا اقول كم مرة كم مرة كنت بتقوم بها بممارسة العلاب الرياضية بص دد دي الفائل مساعد دد بيين ان الكلام في الماضي انت كم مرة كنت بتلعب رياضة فتقول عنه لدي يزفي الاجازات فبنستخدم ظروف التكرار قبل الافعال الفائل الاساسي وبعد الجملة دي مهمة جدا نبروزها لانها طبعا احنا من حل هتفيدنا خالص ما تلاقي ظرف التكرار دائما عادة غلابا كده جيبوا قبل الفائل الاساسي اللي هو الفائل الاساسي اللي هو ايه اللي هو يلعب يأكل يامشي ياجري تمام بس لو لقيت يعني لو في المضارع طبعا امو اسوار وفي الماضي لقيت جيب ايه قبل الظرف التكرار طب نشوف امثلة عشان نفهم هنا بيقولك انا يعني دايما كنت بعتني باختي الصغيرة بص جيبنا ظرف التكرار قبل الفائل الاساسي تمام انا قمت عادة ببقى مضعب في المساء بقى طبعا ظرف التكرار جي بعد ويمكن استخدام بعض ظروف التكرار في اول الجملة زي احيانا احيانا كانت هي ساعة بتايقس يعني او تسبسل واندي عندنا ظروف التكرار دائما يعني الشيء ده انا بعمله بمقدار 100% دائما بعمل الشيء ده عادة بنسبة 90% يعني 90% غالبا بنسبة 70% يعني النص بالنص 50% نادرة ما بعمل الشيء ده بنسبة 10% الشيء ده انا بعمله ابدا اقول يعني بصوا كده معايا بنستخدم لالتعبير عن فعل الشيء بشكل دائم بنستخدم ايه دائما اقول ليلة دائما بتخلص الهومور تواجبها قبل العيشة طب يجولي عادة يعني معناها ان انا بعمل الشيء ده كتير ادم عادة كان بيات اناول الافطار بتاع وعلي بيات الفطار الساعة سبعة طب غالبا معناها ايه بشكل متوسط يعني اكتر من متوسط حاجة بسيطة يعني هنا بيقولك احنا يعني كثيرا او غالبا كنا بنزور اجدادنا في عطلاق نهاية الاسبوع اما يعني بنسبة خمسين في المية للتعبير عن قلة فعل الشيء اول اطفال احيانا كانوا بيلعبوا بعد المدرسة اما يعني نادرا بدوستعمل عن ندرة فعل الشيء ده تمام فاول مسلا عادا نادرا كان بيستخدم الزكاء الصناعي لواجبه لعمل واجبه معناها عدم فعل الشيء ده خالص ما كنت بعمل الشيء ده في الموضوع ابدا ما رحت المدرسة بالاوتوبيس طب تعالوا نحل بقى تدريبات على بيقدو حرقم 33 اختار الاجابة الصحيحة هي ريهام دايما كان بتنم في الوقت المحدد يبقى هي ابدا ما بتصهرش ليلا في ايام المدرسة تمام يبقى هنق ايه ما كانتش بتصهر ابدا معنى الجملة ريهام ابدا ما كانتش بتصهر لوقت متأخر في ايام المدرسة هي دايما كان بيتنام في الوقت المحدد طب ايا نادرة ما تتناول قهوة بسمها يعني نادرة يعني يعني بنقول اطفالي دايما كانوا بينظموا قرفتهم في ايام السبت في الماضي طيب خلي بقى لكم بقى معايا احنا بنقول في الماضي الكلام في الماضي يبقى جيب هنا الفعل في الماضي طيب هنقول هنا كانوا يعني بينظفوا دايما بيقول لك بقى بص كده لما تلاقي في الاجابة ظرف من ظروف التكرار اعرف ان السؤال كان بهاو اوفن كم مرة هنا هيقول له بقى هاو اوفن كم مرة وتبتزهب للتمشي بعد تناول العشاء قال لك ده انا دايما بعمل كده دايما بروح وتمشي بعد ما ايه ما تناول طعام العشاء يبقى ما نلاقي ظرف من ظروف التكرار نسأل بهاو اوفن كم مرة طيب رامز ده طالب جيد يبقى دايما بيعمل وطبو بعد المدرسة تمام طيب ما فيش هنا دايما في عادة برضك دي قوية معناها انه بيعمل الشيء ده بنسبة كبيرة يبقى نختار عادة يبقى نقول ايه رامز يعني عادة بيعمل وطبو بعد المدرسة هاو طالب جيد زينا زينا عايزين نقول هي ابدا ما بتقولش الوجبات السريعة او الطعام السريع هي بتحب يعني كان بتحب تبقى بصحة جيدة هنقول هنجيب الكلام في الماضي زينا ما كانتش بتاكل ابدا واجبات سريعة هي كان بتحب تبقى بها لسنانكم بصحة جيدة محمود محمود بينظف سنانه قبل ما يذهب للفراش أسنانه كانت صحية جدا يبقى محمود دايما كان بينظف سنانه قبل ما ينام يبقى هنقول هنا قوميس انا بتذكر لما كنا صغيرين يعني احنا كنا عادة بنذاكر مع بعض قبل الامتحانات طيب احنا قلنا ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي تمام كده فهنقول هنا بقى والكلام في الماضي بنقول كنا عادة بنذاكر مع بعض ايه قبل الامتحانات كانوا بيركبوا دراجاتهم في الحديقة العامة فيه آآ يعني اجازتهم الاخيرة طيب خلي بالكم معايا ان احنا بنقول الماضي دي كما بتدلع الماضي فلازم هنا اجيب الفعل بقى في الماضي طيب بالماضي بتاعها رود راكبة عندنا هنا سؤال كوريكت سؤال التصحيح عايز اقول انت نادرا ما قلت بتلعب العب رياضية اسمها طيب ابدا دائما اخليها ابدا عليها ما بتصدمش ابدا تليفونها للمحمول في الفصل يعني هي بنت جيدة دنيا ابدا ما كانتش بتعزف على البيانو في الماضي كلمة ماضي يبقى يجيب الفعل هنا في الماضي يبقى الدنيا يعني ما كانتش ابدا بتعزف على البيانو في الماضي يعني في الصفة الفات كم مرة مامتك بتعمل كيكة كلام في الماضي بقى هنا هسأل بالفعل المساعد يعني بعد عدد الاستفاهم هاضع الفعل المساعد دد تمام عشان الكلام في الماضي يعني انا كنت دائما بساعد ماضي في عمل المنزل طيب وقلنا ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي فانا بس هبدل ما بينهم تمام فاقول يعني انا كنت دائما بساعد ماما في عمل ايه المنزل الحالية على can be azf على الاجازة الماضية هو عزف عليه مرة واحدة طب عزف عليه مرة ذاتة مرة يعني يبقى ما كانش بيعزف هلا نادرة ما بيعزف على الجةار في الاجازة اللي فاتت يبقى بدل هاخليها جدا يبقى على نادرة ما كان بيعزف على الجتار آآ في الاجازة الماضية هو عزق عليه زيك مرة مرة واحدة بس يعني. يعني نادرة. تمام? بعد كده عندنا في في حركة 34 في مهارات التحدث وبنتكلم هنا عن يعني هنسأل ونجاوب عن عدد المرات اللي كنا بنقوم فيها بفعل شيء ما. لو حد قالك كم مرة قمت بمارسة الرياضة. تقول مسلا. عادة كنت بمارس الرياضة في العجزة الصيفية. كم مرة قمت بعمل شيء لمساعدة مجتمعك? تقول أنا قمت بمساعدة مجتمعي كثيرا او في اغلب العقاط. كم مرة قمت بمغادرة مدينتك. بتقول مش كتير. انا قد عادة باقيم في بلدتي او مدينتي صغيرة في الاجازة الصيفية. يبا خلي بالك في كل الاسئلة دي. لما بسأل بحب كم مرة بجاوب عليها بزرق من ظروف التكرار. اكمل المحادسة التالية. وليد زر اجداده مع اخته الصيف الماضي. فسعيد صديقه بيقول ما فعلت الصيف الماضي? عرفنا من السؤال ان هو ظهر بدوده. فهيقول انا زرت اجدادي. عشان كده مهمة جدا نقرأ الصطف اللي في ايه في اعلى السؤال ده. طيب. انت رحت مع مين? عرفنا ان هو راح مع مين? مع مع اخته. يبقى يقول طبعا سألك في الماضي فاتجاوب بالماضي. انا زهبت مع مع سيستر. مع اختي. طيب سألوا سؤال كمان فقال له ايوجو لانا عددتا كنت بزرقهم اتويك اندس فعطلات نهاية الاسبوع. خلي باقوا عندي ظرف التكرار. وقلنا لما بلاقي ظرف التكرار في الاجابة يبقى السؤال كم بهاو اوفن كم مرة? وطبعا الكلام في الماضي فبعد هاو اوفن اجيب الفعل لمساعدة. اقول هاو اوفن كم عدد المرات او كم مرة? اي في السؤال بتتحول يو? وطبعا اجيب الفعل في المصدر بعد ده. اه زم كم مرة قدت بتزورهم بتزور جدودك يعني? فقال انا قدت عادة بزورهم في عطلات نهاية الاسبوع. طيب بعد كده سألوا سؤال فقال له انا لعبت كرة سلة انا لعبت مع ولادة عمي. يبقى هو هيقول له ماذا فعلت هناك? وانت قضيت وقت جيد هناك? فردها ليه وبعد كده قال له انا كنت سعيد جدا. يبقى الوقت اللي قضى هناك كان جيد. السؤال بجاوب ياس اي ديد او ما اي ديدن. هل انت القضية اي جود تايم زير? هيقول ياس اي ديد او قضيت وقت كويس هناك. ياس اي ديد. ايوة قضيت وقت ايه جيد هناك? انا كنت سعيد جدا. بعد كده في صفحة خمسة وتلاتين بيقولك يعني كيفية الكتاب عن مبنى اثري او مبنى قديم. طيب اكتب منشور في مدونة من حوالي يعني تمنيلة سام كلمة عن معبد اثري مصري انت زورته. طيب ادي شكل المدونة زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة انا بكتب هنا اسم كاتب المدونة. هنا مدونة اسلام. بعد كده بكتب التاريخ اللي هو كاتب فيه المدونة. تاريخ كتابة المدونة. بعد كده هنا بكتب موضوع المدونة. مثلا زيارة المعبد الاكسر وتحكي الحكاية بتاعة الزيارة بتاعتك. بعد كده في الاخر ببقى في خاتمة في المدونة اسمها what do you think of it? ايه رأيك في الكلام دول? do you like it? هل عجبك? في بيج سيرتي سكسة صفحة رقم ستة وتلاتين في اكسرسايز تدريبات على لسنز سري اند فور دارسين التالت والرابع. read the following. اكرا التالي زي انانسر زي كويتشنز. اجيب عن الاسئلة. touristes come to visit ايجيبت الساحين بيجو عشان يزوروا مصر because it's a very beautiful country. لانها بلد جميلة جدا. سبيبوا الناس in ايجيبت في مصر are very kind. يعني عطفيين and friendly ودودين جدا. many tourists كثير من الساحين جوتو هورجادة بيذهبوا للغرداءة and charm share to enjoy the sea عشان يستمتعوا بالبحر. a lot of tourists كثير من الساحين enjoy the warm wizard بيستمتعوا بالطقس الدافئ in aswan for aswan in winter في الشتاء. tourists can see. الساحين ممكن يشوفوا the barons, the aramont and the many museums. وكثير من المتاحة انكايرو في الكاهرة. last monday. الاثنين الماضي. my friend sam came from london. اتى من london to visit Egypt عشان يزور مصر. he went to luxor. هو زهب الى الاكسر. طبعا هي دي عيدة على سان. زهب الاكسر by plane بالطائرة. he stayed at a nice hotel. هو اقام في فندو لطيف. he visited a lot of temples. زور كثير من المعائد and beautiful places. واماكن جميلة. طب اول سؤال. what is the passage about? هي الفقرة عن ايه? اه الفقرة بتتكلم ليه الساحين بيجوا مصري يعني why tourists like to visit Egypt. ليه بيحبوا يزوروا مصر? طبعا عشان الناس ودودين والاماكن الرائعة بتاعتها. طيب بنقول الفكرة الرئيسية او الفقرة دي بتتكلم عن why tourists like to visit ايجبت ايجبت. دي الفكرة الرئيسية هنا. why tourists like to visit ايجبت. طيب. اه why do you think many tourists go to هرجادا? ليه تعتقد الناس كتيرة بتروح من الساحين الغرداء. ان شرم الشيخ وشرم الشيخ. طيب. تعال نشوف الفقرة هنا. قالك many tourists go to هرجادا. عشان يستمتعوا بالبحر. يبقى دي اجابة number two. how did سام go to luxor? كيف زهب سام الى الاكسر? تعال نشوف سام. he went to luxor by plane. هو زهب الى الاكسر بالطائرة. يبقى دي اجابة number three. اجابة السؤالة الثالث. to rest is usually is. احنا عادة هن visit as ايه? بيزور اصوان امتة طبعا في الشتاء عشان يستمتعوا بالطقس الدافي بتاعها. يبقى in winter. the word friendly. كلمة ودود means معناها ايه? معناها يزلس عديم الفائدة. careless مهمل. helpful متعاون. delicious lesis. friendly يعني helpful. متعاون. the underlying pronoun. الدامير اللي تحته خط هي. هو. وقلنا هي بتشير لي ميه اللسان. to the correct answer. اختار الاجابة الصحيحة. the opposite. عكس of interesting. عكس كلمة شايك. از ايه كلمة ايه بقى عكس شايك? كلمة ممل. ممل. يعني boring. healthy صحيح. useful. يعني مفيد واقلي قبيح. she was said. هي كانت حزينة. to find her plant. انها لقت النبات بتاعها after the vacation. بعد الاجازة. هي كان زرع عشان لقت النبات بتاعها مات. اه بعد ما ايه هي قضت الاجازة في مكان اكيد بعيد يعني. طيب يبقى بعد ما النبات بتاعها dead. dead يعني مات. the statue was made of. يعني بيقول لك التمثال كان مصنوع من ايه? ملويند من الرياح. stone, حجر. sand, run, water, mere. طبعا التمثال هنا انا ما فيش حاجة تنفع غير ال stone. الحجر. i am always. انا دايما able to. قادرة على my mom's voice over the phone. انا دايما ببقى قادرة على التعرف على صوت امي في التلفون. طب اه اتعرف ان هي ايه? identify. identify buildings. لكيروا اه يعني كل المباني المشهورة. يبقى نقول لسه احين بيتجولوا حول المدينة عشان يشوفوا كل المباني المشهورة يعني. طيب عايزين كلمة يا تجول اللي هي walk around. طبعا الكلام بقى في الماضي ولكن ساحين تجولوا يبقى walked around. تجولوا في المدينة عشان يشوفوا المباني المشهورة. مصر مشهورة بي. طيب مصر مشهورة بالايه بال? المثالات بتاعتها آآ الاسرية اللي هي الطخف الشامخة يعني. اكي? يعني مقابر. لأ انا عايزة اللي هي مثالات. بيج سبت سابن سفحة سبعة ثلاثين. ايمان ايه? ايمان ايه جدا? هي دايما بتعرف زي انسر زي الاجابات والديفيكالتي كويتشن. زي الاسئلة الصعبة. يبقى ايمان دي ايه? ايمان دي سمارت زكية. اجلي قبيحة. بورينج مملة. ويك ضعيفة. لا هي سمارت زكية. طيب. انت بتحب تعرف الوقت. كنت بتحب بتعرف الوقت. يبقى انت اه عادة كنت بترتدي ساعة. يبقى هنا هيمطع بقى ايه? انت عادة كنت بترتدي ساعة. اه انت بتحب كنت تعرف الوقت. يعني نادرا ابدا احيانا. لأ هو بص كده هو كان بيحب يعرف الوقت. يبقى ايه بي. اه يبقى كان دايما يعني لاما عادة بيرتدي ساعة. فهنا طبعا عادة. انا مش بحب السيفود. اه اللي هو طعام البحر او ايه? اه مأكلات البحر يعني. طيب انا مش بحبها يبقى انا ابدا ما اكلتهاش. اي نيفر ايت سيفود. ما بحبش السيفود. اه لبنة. طيب لبنة كانت عادتها انها بتنظف البيت الصبح مرة بس واحدة هي اللي نظفت البيت بعد الظهر. فبيبقى هي عادة كان بتنظف البيت الصبحي. بقى هنا عادة. سؤال سؤال التصحيح. زي افن هم غالبا كانوا بيزرعوا ورد في الحديقة بتاعتهم في الاجازة الماضية. كلمة من الكلمات الدلع الماضي يبقى هنا الفعل في الماضي. يبقى يزرع. عايز اقول بقى ايه كانوا بيزرعوا يعني زرعوا. طب انا بحب الفراش بتاعي يبقى مضيف. يبقى انا دايما برتبه في الصباح. يبقى بدلا نيفر اخليها قول بسا. طيب بصوا كده بقى معايا. هي عولة مش بتمشي في الشمس خالص. تمام? ما كانتش بتمشي في الشمس خالص. يبقى هيا نادرا ما كانت بترتدي نظرة يبقى بدلا نخليها او نيفر. ايضا تبقى صاح? يعني لو انت عملتها نيفر تبقى صاح. هي ابدا ما كانتش بترتدي نظرة شمسية. هي كانت مش بتمشي في الشمس الساخنة. طب هنقول هينا خليها نادرا ما كانت بتمشي. نادرا ما كانت بتبس نظرة stemس. نادرة ان كانت بترتدي نظرة شمس لان هي ما كانتش بتمشي في الشمس الحر. احمد يوجو وليه احمد عادة كان عادة بيرتدي قبعه لما كان بيبقى جوم مشمس. طبعا بي دي الكلام في الماضي. تمام? فبي هنا هيبقى وز او وير. اكتب منشور في مدونة. طيب هنكتب مع بعض المدونة دي. اول حاجة بكتبها في المدونة اسمي كاتب المدونة. هنا مسلا مدونة علي. بعدين التاريخ. تاريخ النهاردة مسلا فرايدي الجمعة 23 اغسط 13 اغسطس. في بعد كده عنوان المدونة. زيارتي للأهرامات. اسيب مسافة في البداية وابدأ بحرف الكابتل اول مسلا. الاسبوع الماضي. انا زرت الاهرامات مع عصرتي. ذهبنا الى هناك بالسيارة. الاهرامات في الجيزة. هي مباني طويلة جدا. هم تم صنعهم من الحاجة. دخلنا الهرم الأكبر. كان مذهل. قابلنا كثير من الساحين هناك. والتقاطنا معهم كثير من السورة الفتغرافية. قضينا وقت لطيف هناك. what do you think of it؟ ايه رأيك في الكلام دوت؟ do you like it؟ هل اعجبك؟